السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مرحبا بكم في قناة جنة الزيتون المنصة التي تمنح كل فلاح وباحث في زراعة الزيتون مفتاح الفهم العميق والادارة الذكية لهذه الشجرة المباركة في هذا الفيديو نأخذكم في جولة معمقة في واحدة من ادق المراحل واكثرها حساسية في دورة حياة شجرة الزيتون مرحلة ما بعد التزهير وتثبيت العقد تخيل ان كل زهرة في شجرة الزيتون تمثل فرصة وكل حبيبة زيتون وليدة هي مشروع انتاج كامل في هذه اللحظة بعد التزهير تبدأ الشجرة في عملية العقد اي تحويل الازهار الى ثمار وهنا تبدأ مرحلة التحديات مرحلة تفرض على المزارع ان يكون حاضرا يقضا ومتفاعلا مع ادق التفاصيل وان لم تدار هذه الفترة بحكمة فقد نجد انفسنا امام مشهد محبض حبيبات ذابلة تساقط غير طبيعي للثمار وانخفاض كبير في الانتاج اولا فهم الظاهرة جفاف الحبيبات في هذه المرحلة وتساقط نسبة من العقد هو امر طبيعي نسبيا فالشجرة وبشكل فطري تسقط ما لا تستطيع تغذيته لكن حين تتجاوز هذه النسبة لحد المعقول يصبح التساقط مؤشرا خطرا على وجود خلل في الري او نقص في التغذية او حتى اجهاد عام لدى الشجرة اجهاد نعم الشجرة مثل اي كائن حي تتأثر اذا حرمت من الماء والعناصر الاساسية فتقرر ان تخفف الحمل ثانيا المعاملات الزراعية المنقذة واحد ضبط الري بدقة الري هو العامل الاول الذي يمكنه انقاذ او تدمير العقد الري الخفيف او غير المنتظم يعرض الشجرة للعطش ويؤدي الى ضعف العقد في المقابل الري الغزير قد يسبب امراضا فطرية ويزيد من تساقط الزهر المتبقي الحل زيادة كمية الماء تدريجيا في كل رية حسب احتياجات التربة والمناخ او زيادة عدد الريات بدون تشبع التربة نظام الري بالتنقيط النغوتانغوت هو المثالي هنا لانه يمنح توازنا دقيقا بين الرطوبة والتهوية الجذرية التمييز الازوتي الدوري الازوت هو وقود النمو في هذه المرحلة لا يعطى دفعة واحدة بل على شكل كميات صغيرة منتظمة تمر عبر الري هذا يضمن امتصاصا تدريجيا ويمنع تراكم الاملاح او حرق الجذور التناوب الثالث بين نترات وسلفات البوتاسيوم نترات البوتاسيوم تساهم في دعم نمو الثمار سلفات البوتاسيوم تعزز صلابة القشرة وزيادة قدرة الحبيبات على الصمود التناوب بينهما ضروري لانه يمنع الاشباع بنوع واحد ويضمن توازنا غذائيا الرابع الموغنيزيوم العنصر المنسي ضروري جدا للكلوروفيل والتمثيل الضوئي نقصه قد لا يظهر فورا لكن تأثيره على صحة الشجرة عميق يمرر كسلفات الموغنيزيوم عبر الرأي مر كل اسبوعين مثلا الخامس الأحماض العضوية الهيوميك والفولفك تعمل على تحسين بنية التربة وزيادة امتصاص العناصر تعزز النشاط الميكروبي النافع في منطقة الجذور تمرر دوريا بنسبة مدروسة مع مياه الري ثالثا كيف تقرأ مؤشرات الشجرة أوراق شاحبة نقص في التغذية حبيبات تتساقط أكثر من 20% خلل في الري أو العناصر نمو بطيء احتمال نقص في الآزوت أو الموغنيزيوم المزارع الذكي لا ينتظر الكارثة بل يتابع يوميا ويضبط المعاملات بدقة في الختام عبر قناة جنة الزيتون نؤمن أن النجاح في الزراعة ليس بالحظ بل بالعلم والمتابعة الدقيقة وحب الأرض هذه الفترة الحرجة هي مرحلة إعداد الحصاد إن أهملتها فلا تنتظر المعجزة لكن إن أتقنتها فكن على يقين أن الشجرة سترد لك الجميل بثمار وافرة زيت نقي وجودة استثنائية تابعونا لأن القادم سنكشف فيه المزيد من أسرار التسميد الورقي برامج المكافحة المتكاملة وجدولة الرأي حسب نوع التربة والمناخ جنة الزيتون حيث المعرفة تثمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر